السلام عليكم ومساء الخير في البداية وقبل أن نبدأ نشرتنا الإخبارية المهمة لهذا اليوم يوم غد هو الواحد والعشرين من شهر مارس آدار هو بداية فصل الربيع بطبيعة الحال وأيضا يوم غد تحت في المجموعة من الدول العربية بعيد الأم كل عام وجميع الأمهات بألف خير لا تنسوا غدا عيد الأم فلا تنسوا باقة الورد للأمهات وبطبيعة الحال كل يوم هو تكريم للأم وليس يوم واحد فقط أيضا يوم غد يوم مميز بالنسبة للأحبة والإخوة والأصدقاء الكرد الكرام غدا بالنسبة للأحبة الكرد هو يوم نوروز بهذه المناسبة أحيي جميع الأصدقاء الكرد في كل مكان وأتمنى لكم يوم نوروز جميل مع الأصدقاء ومع الأهل والأحبة أول خبر نتكلم عنه اليوم هو التقرير الصادر من أكبر منظمة تدعم اللاجئين في ألمانيا وحقوقهم هي منظمة بخو أزول من أجل طلب اللجوء التي نشرت تقريرا وحضرت من خلاله حول كما ذكرت في التقرير الإكراهات التي يواجهها اللاجئين السوريين في ألمانيا بسبب إجباريتهم من إدارات الدولة إجباريتهم على إحضار جواز الصفر السوري وقالت منظمة بخو أزول بأن هذا الأمر يكلف السوريين في ألمانيا مبالغة كبيرة جدا وقالت منظمة بخو أزول أن الدولة السورية تستفيد من هذه الأموال كما نشرت بخو أزول في تقريرها وقالت بخو أزول أن فرض الإلزام بإجبارية إحضار السوريين لجواز الصفر يعني ألمانيا من خلاله تلعب دورا في تمويل الدولة السورية وقال متحدد في منظمة بخو أزول قال بأنه يطلب من السوريين في ألمانيا دفع مبالغ كبيرة للحكومة السورية التي فروا منها وقالوا الدولة السورية جنت منذ عام 2022 على مبلغ 200 مليون يورو من جوازات الصفر وقالوا كل جوازات الصفر السورية يعني جواز صفر واحد يكلف مئات اليوروهات إضافة إلى أن صلاحيته قصيرة للغاية يعني فقط لسنوات قليلة وطالبت منظمة بخو أزول من وزارة الداخلية الألمانية وأيضا من مكاتب الأجانب يعني أوسلاند بيهورد بإعفاء السوريين من إحضار جواز صفرهم وتعويضه بوثيقة أخرى لكن لحد الساعة لم يأتي أي تصريح من وزارة الداخلية الألمانية ويبدو بأن وزارة الداخلية الألمانية ما زالت مصرة على إجبارية السوريين مثلهم مثل باقي الجنسيات على إتبات الهوية وإحضار جواز الصفر خصوصا لحامل بعض الإقامات مثلا حامل الإقامة الحماية التانوية أو إقامات أخرى ما زالوا يجبرون على إحضار جواز الصفر كي يتم تمديد الإقامة لهم أو حتى اللاجئين الذين عندما يقدمون لطلب الجنسية يتم إجبارهم على إحضار جواز الصفر كي تتم المعاملة الخاصة بتقديم الجنسية قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي سوف يشارك فيها مستشار ألمانيا قام هذا اليوم مستشار ألمانيا بإلقاء كلمة بالبرلماني الألماني وأكد على ضرورة استمرار ألمانيا بدعم أوكرانيا كما قال في مواجهة روسيا مشيرا إلى أن روسيا ليست بالقوة التي يعتقدها البعض وقال مستشار ألمانيا إن الرئيس الروسي سوف يخطئ إذا اعتقد أنه بإمكانه انتظار تراجع أوروبا وألمانيا عن دعم أوكرانيا وشدد شولتس على أهمية إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وأكد أولف شولتس على رفض ألمانيا وأوروبا بقبول أي سلام يفرض على حساب أوكرانيا وتحدث أولف شولتس عن استخدام الأموال الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا عسكرية يعني شولتس يدعم ويرغب باستخدام جميع الأموال التابعة لروسيا التي توجد بالبنوك الأوروبية والتي تم تجميدها في أوروبا يرغب باستخدامها من أجل دعم أوكرانيا عسكريا مشيرا إلى أنه يمكن استثمار عدة مليارات روسية توجد بالبنوك الأوروبية في شراء الأسلحة لأوكرانيا وتطرق شولتس كما قال أيضا اليوم في البرلمان تطرق إلى الانتخابات الروسية وقال بأنه تم التلاعب بالانتخابات وإضافة إلى ذلك تكلم عن الضغوط التي تمارس على المعارضة في روسيا وأعرب عن إعجابه بالمعارضة الروسية وكما وصفها بأنها معارضة شجاعة وتسعى نحو الحرية في ظل الحكومة الحالية في روسيا مؤكدا على أهمية استمرار دعم الغرب للمعارضة صدر تقرير من مجلس الأوروبي الذي صلت الضوء على تزايد الفقر والفوارق الاجتماعية في ألمانيا داعيا الحكومة الألمانية إلى بدل المزيد من الجهود لمحاربة الفقر والتشرد في ألمانيا ويقول التقرير أن مستوى الفقر والتهميش الاجتماعي لا يتناسب مع طروة البلاد كما رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية مثل إصلاح النظام الاجتماعي وجعل المساعدات الاجتماعية أكثر سهولة في الوصول إليها والتقديم لها والحصول عليها إضافة إلى زيادة مزايا التأمين الاجتماعي في ألمانيا وتقديم فرص التدريب للعاطلين عن العمل في ألمانيا كما طالب التقرير لمجلس أوروبا طالب مكافحة العنصرية في ألمانيا وأيضا تعزيز حقوق الطفل ومعالجة الفقر بين الأطفال والكبار بالسن ويعرب التقرير عن قلقه اتجاه الارتفاع في عدد الأشخاص دون مأوى مؤكدا على ضرورة تبني تدابير شاملة وطويلة الأمد لضمان حق السكن وتعمل الحكومة الألمانية كما قالت الصحافة الألمانية على استراتيجية جديدة وشاملة لمواجهة هذه التحديات وتخطط للتغلب على التشرد بحلول عام 2030 من خلال خطة عمل وطنية آخر موضوع نتكلم عن التقنين الجزئي للحشيش الحكومة الألمانية ترغب بأن يبدأ قانون الحشيش بداية من شهر أبريل نيسان 2024 وافقت عليه الحكومة الألبانية وافق عليه البرلمان الألماني لكن سوف يمر إلى بوندسغات يعني مجلس الولايات يوم الجمعة مجلس الولايات يمكن أن يمنعه في حالة واحدة إذا طلب بلجنة للتوفيق بين الحكومة وبين الولايات هنا يمكن أن يتأخر هذا القانون تأخر هذا القانون سوف يكون صفعة قوية للحكومة الألمانية والحكومة الألمانية ترغب أن يبدأ هذا القانون بداية من شهر أبريل نيسان 2024 لذلك الحكومة الألمانية قدمت الآن تنازلات متعددة للولايات أهم التنازلات هي التزام الحكومة بزيادة التمويل الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات الحكومة سوف تزيد المبالغ المالية المخصصة لهذا البرنامج دعم وإنشاء مراكز العمل الوقائي بمبلغ 20 مليون يورو وأيضا أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لمراعاة مخاوف الولايات بخصوص قوانين الزراعة الجماعية للقنة بالهندي مثل تقليص عدد الفحوصات السنوية لتصبح فحوصات دورية لتقليل العبء على الولايات ومنع إقامة مزارع كبيرة لضمان عدم تحول نوادي الحشيش إلى مشاريع تجارية كبيرة أيضا تصر الحكومة الألمانية على الإبقاء على العفو الرجعي يعني من تم مثلا إيقافهم من الشرطة أو تمت متابعتهم لأنهم وجدوا معهم كمية من الحشيش أن يتم رجعيا العفو عنهم والذي يتطلب من السلطات القضائية في الولايات الألمانية مراجعة جميع القضايا الغير منفدة المتعلقة بجرائم القنب على الرغم من شكاواء الولايات من الإجراءات العاجلة والعبء الزائد المحتمل وقللت الحكومة الألمانية من احتمالية حدوث تعويضات السجن أو مساءلة المسؤولين يعني الناس الذين سبق لهم أن عقبوا بعقوبة سجنية لأنه كان بحوزتهم كمية من الحشيش كانت سابقا مثلا ممنوعة بالقانون الجديد ستصبح مسموحة قالت الحكومة الألمانية قالت للسلطات القضائية لا تقلقوا ستكون هناك احتمالية ضائلة من أجل تعويضات الخاصة بالسجن أو حتى مساءلة المسؤولين قانون الحشيش ترغب به الحكومة الألمانية أن يبدأ بداية من الأول من شهر أبريل يعني يوم الجمعة سوف يتضح كل شيء هل مجلس الولايات الألمانية سيعترض على القانون أم أنه سوف يوافق على القانون لو وافق ولم يبدي اعتراضا سوف يبدأ بداية من شهر أبريل نيسان وبالصيف سوف يسمح بإنشاء نوادي للحشيش وسوف يسمح لمن يعيش في ألمانيا أن تكون بحوزته كمية من الحشيش دون أن يتعرض لعقوبة وأيضا سوف يسمح بزراعة إلى حدود ثلاث نبتات للحشيش سبق أن تكلمت عن قانون الحشيش في فيديوهات كثيرة لكن إذا صدر بشكل رسمي سوف أنشر لكم جميع التفاصيل ضروري معرفة مثل هذه الأمور لأن عدد كبير من الناس يعيشون في ألمانيا عندهم أبناء عندهم عائلة ويجب أن يعرفوا كل الأمور التي توجد في ألمانيا كي تعرفوا كيف تنصحوا أبنائكم أو تنصحوا أهاليكم أو أصدقائكم فقانون الحشيش يعني عدد كبير من الأطباء عدد كبير من السلطات القضائية يحذرون منه وهناك تخوف كبير من حصول إدمان كبير أو تكتر الجرائم أو أنه يؤثر على نفسية وعلى عقول الشباب خصوصا أنه إدمان الحشيش أو تدخين الحشيش يمكن أن يؤثر على نمو العقل خصوصا لمن أعمارهم أقل من 25 سنة إضافة إلى هناك تخوفات كبيرة من أن تنشط الجريمة أو تكتر الجرائم أو تكتر الأمراض النفسية لكن وزير الصحة مصر على هذا القانون قال بأن هذا القانون سوف يقلل المتابعات القانونية سوف يصبح هناك جودة جيدة للحشيش وسوف يعني يقضي على تجزار الحشيش في ألمانيا وسوف يعالج جميع مشاكل الحشيش أو أغنبها التي توجد حاليا في ألمانيا كانت هذه جولة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية كي تتوصلوا بالجديد اشتركوا في القناة فعلوا جرس لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب انصروا الفيديو شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء